هذه التهديدات بدفع ثمن باهظ قد وصلت إلى اليمن ونحاور أن نرصد ردود الفعل في اليمن من صنعاء مع مراسل التلفزيون العربي خليل القاهري نتنياهو يتوعد اليمن بدفع ثمن باهظ ويقول إن إسرائيل محاطة بمحور الشر الإيراني وفق تعليقه على الصاروخ الباليستية الذي أطلق من اليمن وصل إلى وسط إسرائيل عادة كيف يرد الحثيون على هذه التصريحات الإسرائيلية وإذا كان هناك ردود فعل جديدة بهذا الشأن أنصار الله يقولون بأنهم يتوقعون كل السيناريوهات وجاهزون لها بشكل كامل ومعنى هذا أنهم يتوقعون مزيدا من التصعيد أو لا يقدمون على مثل هذا الاستهداف وتبني هذا الهجوم إلا وهم يتوقعون أن يكون هناك مزيد من الردود ومزيد من التصعيد كما كان الحال مع هجوم العشرين من يوليو عندما أعلنت جماعة نصار الله مهاجمة تل أبيب جاء العدوان الإسرائيلي على الحديدة بشكل كبير وخلف العشرات ما بين شهيد وجريح وبالتالي أيضا الجماعة تقول بأنها جاهزة لكل الخيارات وكل الاحتمالات ولا تبالي في ذلك وأنها ماضية فيما تم الإعلان عنه من قبلها بشكل متكرر ولا مجال للتوقف هذه الهجمات ولا هذا الاستهداف للعمق الإسرائيلي ولا للسفن الأمريكية والبريطانية والإسرائيلية ولا لمينائلات طالما العدوان الإسرائيلي على غزة مستمر والعدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن مستمر أيضا وبالتالي الجماعة تقول بأنها جاهزة لكل الخيارات وأعلنت رسميا خلال الساعة الماضية كما تابعت محمد أن صاروخ فرد صوتي الذي استادف إسرائيل أصاب هدفا عسكريا وأنها تتوعد بالمزيد من العمليات النوعية ضد الاحتلال الإسرائيلي طالما استمر في عدوانه على غزة وجاهزة لكل الخيارات وماضية قدما فيما كانت قد أعلنت عنه بأنها ستفاجأ الاحتلال الإسرائيلي بالمزيد من المفاجآت وعليه أن يتوقع المزيد منها خلال الفترة المقبلة شكرا لك خليل القاهر مراسل تلفزيون العربي